اه حسن البناء غزعيم الملهم الموهوب كما يلقبه البيعون. هو ده موضوع حديث النهارة ده. السادة مشاهدين اهلا بكم. احنا مشكلتنا مش مع الاشخاص انا مليش علاقة عسن بناء بزوره ايه? اتولد فين? مين مين? اه يعني الامور اللي هي الشخصية والانسانية. قدما يتحدث فيها اخرين ولكن هذا لا يهمني انا يهمني الاقوال اللي هو قالها نفسه. انا طبعا انا عمل حلقات اسمها رسالة التكفير. باتكلم عن رسالة رسالة. ولكن النهاردة هنا هقول حلقة مجمعة. يمكن ذكرتها بكده بل سلازم افكر بها الناس. ليه? لانهما لما لقوا البرنامج بتاع محمد ناصر اه في مكملين فجلت ان هم عملوا حلقة نقاشية كده جايبين يسين اقطاي وتلات اربعة من اقفاب الاخوان المسلمين. وعدوا تكلموا عن حسن بنى وقالوا فيه يعني ايه? اه يعني خرجوا زي ما قلت صعدوا هي للسماء الملها الموجوبة او يعني الناس يقول له كرامات ومواجزات وبما لا ينسيبوها للنبوة نفسها. حنقول اهم اقواله في الرسائل. من كتاب الرسائل. هو ما عملش كتب. وحتى كانوا بيردوا الاخوان. هو طبعا مات صغيرة تنين واربين سنة اتل. اه هو عنده تنين واربين سنة اتولد الف وتسعمائة وستة. وقتل الف وتسعمائة تسعة وربعين. في شهر فباية تسعة وربعين. اه تم اغتيار حسن بنى. ايا كان من اغتاله. ولكن هو اتغرد في امور كثيرة جدا. ولكن برضو ده مش هيهمني الاحداث. ومش هو ده موضوعنا النهاردة? موضوعنا النهاردة اهم اقواله في كتاب الرسائل. هو بيقوله كان الاصل يعني يعني تلمزته دايما بيقوله انه هو اقلف رجال ما اقلفش كتب. لانه ما عملش لكتابين لكتابين مصيبة. بسبب مذاكرات الدعوة والدعية. اللي عايز يرجع له يرجع له موجودة على نت. او كتاب الرسائل. انا هنا جبت من الكتاب الرسائل بتاعهم اللي هو نشرة دعوة بتاعتهم. دعوة نشرة دعوة اسلامية حاجة زي كده. وبالصفحات اهم الاقوال اللي قالها في الرسائل ونحاول نحللها. بيقول مسلا اهم حسن بنى بيقول ايه? دعوة الاخوان بريئة نزيهة مضت قدما في الطريق او في الطرق التي رسمها الحق تبارك وتعالى. قل هزي سبيلي اضعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. دايما ان هو بيتكلم عن نفسه وعن دعوته يقول هذه الاية. اللي اتقالت او اللي اتقالت على نسان الرسول عليه الصلاة والسلام. فيه ادعاء نبوه واضح في كلامه. قل هزي سبيلي اضعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. ويقول انها بريئة ونزيهة ومضت قدما. خلي بالكوا الفقهاء اختلفوا. في افعال الرسول نفسها. هل كلها تشريعية? وتقريبا اتفقوا. ان ليست كل افعال الرسول تشريعية. وان منها امور اه سياسية اجتماعية. وامور حياتية دنيوية. وامور تشريعية. وبدوا يصنفوا واستدادوا على ذلك ان القرآن جه اكثر من مرة عدل على القرارات النبوية. سواء نزولا على امر عمر او بناء على توجيه احد الصحابة. وعتبه في المواقف عباس وتولى. والزهار وغيره. يعني كان فيه عتاب اللي هو في اكتر من موقف. اه يعني يعني بشكل اطبق اخر. فقالوا ان فيه امور حياتية. وبعليه موضوع ايه زي ما قلنا. اللي قلنا بكده كتير انتم اعلموا بشؤوني دنياكم. فاذا الرسول نفسه ارتكب افعال. تم تخطئها بعد كده صوت القرآن الكريم. اه وتصوبها. قالوا بس الميزة في الرسول ان لما كان بيرتكب افعال خطأ كان بيتم تصوبها. ده لو خطأ. انما فيه امور هم حتى هي لو مش خطأ. بس التناسب عصرها وما قالوا دي امور مش تشرعية. يعني على سبيل المثال مرة واحد رحل واشتكينه من جار. فقال له اه خد ازالك واخرج من البيت ولو حد يسألك قلهم ان انا ايه يعني اه يعني جاورت جارسه وحبيت ان انا ايه اه اه اسيبه. طبعا طلع كل من حد يسأله شيء عزاية ليه وراح فينه وجاي منه انت هنا معنا ازاي يقولهم الراجل يعني بيازيني بكلامه بيازيني بقى فعاله وانا مش قادر استحمل هذي الجيرة لغاية ما الراجل حس بالايه بالخزي كل الناس تقوله ازاي ده راجل طيب جاء جانجارة ازاي انت كده تزهق واتضايق وكلام منه لدرجة انه طلعت حال عليه رجعه تاني طبعا هذر نوقف ربما يناسب البدو يناسب واحد بنا عش كده بالطين وحطيها كمخوصة يعني قاعد يومين يتعب في البيت والموضوع انتهى فجارس ساوه بقى هيسيب ويمشي يروح يبني بيط في حتة ثانية الموضوع بسيط جدا يعني او سهل او كان نصب خيمة اول انما دلوقتي واحد شاري فيلا او شاري او شاري حتى شقة اه بمبلغ اه ضخم جدا وقابلوا جارسة وهاملها هيستحملوا يعني اصلا الموضوع مش ايه مش سهل او حتى لو مش قادر يستحملوا هيبيع الشقة انها مش هياخد عزال ايه اللي الناس تاخدها وتمشي اصلا كان زمان العزال عبارة عن ايه حالتين ومرتبق اش يعني الموضوع كان زمان ايه بسيط هيرفع المرتبق والحالتين ويمشي بيهم اه كانوا باللعب بالحطم وكانوا يعني الدنيا كانت بسيطة نقدروا سهل زير ولا اقولها ولا حاجة بيسقي فيها المية وحاجة بيأكل فيها وخلاص انما دلوقتي انت بتتكلم عن ايه عن اساس وعفش ودي كراهة وتشتباط وهي لمناط وستاير وموضوع كبير مين بقى اللي حينما عفش ويطلع عالشارع اه يقول لهم ده اصطيجار يقزيني فانا حنسيب الشقة وحمش ويخد تعزال وماشي امور مش كده طبعا يقزينها ازيرك امور ايه اه شخصية اشيات في الموضوع ايه اشيات في الموضوع ان ان الرسول نفسه كان في حاجات بيورسها كبيرو اجتماعي وما ينتهي عاصرها وحاجات تم تصويبها ان انا بيقول طبعا ان الدعوة تليقونة مريئة ونزيهة ومطت قطبا في الطرق التي رسمها الحق وتبارك وتعالى مش ممكن بيقول ان الطريق اللي ترسل من ده مش شحن لرسمين وها النبي تربنا في الطرق التي رسمها الحق وتبارك وتعالى الاغتيالات والعالم دي رسمها الحق وتبارك وتعالى ان وجد نظر حسن بنى وفي كتابة رسائل رسالة دعوتهم الناس اصطوفهم اربعة مؤمن ومتردد ونفع ومتحامل تصنيف الناس ده كان هاجس عند حسن بنى ان هو يصنف في الناس يصنفهم طبقا ليه لتنظيمه او لجماعته فيقول بقى ايه المؤمن زي الصحابة الاوائل اللي هو قصده يعني ايه اللي حوالينا رسول والمتردد زي المترددين اصدر المؤمن بالدعوة بتاعته والتنظيم بتاعه المؤمن زي الصحابة الاوائل اللي حيقول بدعوتنا يبقى زي الصحابة الاوائل ايه والمتردد زي المترددين من اتباع الرسول والنفع ان كشف الله القشاوة عن قلبه سينضم الى كتيبة الله والمتحامل ينج في غروره ويصدر في شكوكه ويظل مع اوهامه ويقول بعدها ايه انك لا تهدي من احبكت ولكن الله يهدي من يشاء مكان على كفار اه اه ربنا بيقول للرسول على الكفار يعني خلاص يعني انت حاولت مع الناس لان هم حاول يكلم زعناء قريش وحاجات زي كده وبعضهم امين بعضهم ما امينش فيقول انك لا تهدي من احبكت ولكن الله يهدي من يشاء بيعمل محاكاة للنبوة هو النبي يقول هذه السبيلي وان طريق ده رأس من ربنا وان المؤمن بينا اه يبقى زي الصحابة الاوائل واللي كافر بينا انك لا تهدي من احبكت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية فكرة التنظيم هو الدين هو هو الهداية وحتى احنا كنا في التنظيم زمان يقول ربنا هداك انت احنا مكناش مثلا في الصاق ولا جيمة نخمره محمد الجامعة لا احنا نصدف الجامعة يعني طول عمر الطاقة المتوسطة اقرب منها للتدايب يعني ولكن ربنا هداك امتى هندخلك التنظيم انت الهداية الهداية هو دغلو التنظيم وكانت يسموها التنظيم في السبعينات والتمينات كان يسموها الدعوة لانه طريق الدعوة الدعوة ايه الدعوة الى الله فانت كنت بر الدعوة الى الله وكان انا الدعوة الى الشيطان يعني وانتقلت الى الدعوة الى الله والمقابل بتاعها ربنا هداك امتى فتقول والله ربنا هداي في الوقت الفلين على ايد مين على ايد فلائة ده اللي هداك الى طريق الايه? الدعوة. وكأنك كنت في طريق الايه? الضبار. فكرة المتبقة بين الدين والتنظيم كانت اه شديدة للقصوة. كنت من كتابة الرسائل. الادعاءات من سيد قب هو اللي انحرف بالجماعة واني حسب بلنا كان كيوت ده كلام طبعا اه ليس صحيحا ودي اقوال وارجعوا ده الكلام ده صفحة تمنتاشر وتسعتاشر وعشرين من صفحة الدعوات من من رسالة دعواتنا. اللي هو اه اه النش والدعاء الاسلامية اللي هو الدور بتاعتهم اللي هي طبعا. لان هو اكثر من طبعا من دور تاني. هيقرأ وغيرها وكلام من ده. بيقول ايه يبقى قومنا ايمانهم نائم مخدر. وايمان الاخوان المسلمين ملتهب مشتعل قوي يقز. الايمان بتاع الناس اللي بتصلي وبتصوه وبتزكي وبتتصدق. وترب عيالها وعيش حياتها بشكل او باخر اقرب الى الايمان. يقول ده ايمان نائم مخدر. انما الايمان اليقز فين? اللي هو تبعنا. اللي هو معانا. مشتعل قوي يقز. من شاء ان يفهم دعوة الاخوان المسلمين. فليمسك بمصحفه وليجرد نفسه من الهوى والغاية. ثم يتفهم ما عليه القرآن. فسيرى في ذلك دعوة الاخوان المسلمين. طبعا القرآن حمل اوجه. وفيه محكم وفيه متشابه. وفيه ايات اه اه يعني اه اقهب الى الرحمة يعني او يعني. من شاء في اليوم اي مش شاء في الكفر. فيه ايات كده وفيه ايات كده. وبعدين العلي بن طالب قال اه يعني هم قالوا ان الرسول كان القرآن ان يمشي على الارض. بس ده مين الرسول? كان قرآن ان يمشي على ايه? على الارض. انما اه حسن لما لوحوا لموضوع التحكيم في الحرب بتاع تعالي ومعوية. قال لهم ان القرآن هو يعني كتاب بين دفتين. لا ينطق به الانسان. دي من الايات حملت اوجه وقابلت تفسير ذات اليمين وذات الايسار. يعني ممكن تتفسر كده وتفسر كده. فايه بقى انه جرت نفسك من هوى ويقرأ قرآن يبقى لك عن الاخوان المسلمين. فكلام طبعا ايه اه اوحان بيعملها ايه للالباع. يقول وطنيتنا حدودها العقيدة. ووطنيتهم حدودها تلخوم الارضية والحدود الجغرافية. غير مؤمن بالحدود الجغرافية. الحدود بتاعتنا العقيدة. كل واحد مسلم يبقى لتبع الايه الوطنية بتاعتنا. فكرة الاممية الاسلامية اللي ممكن تفرع لهم كلها. لان المسلمين زي ما قلنا كان زمان التمدد الجغرافي مع التمدد الدين. يفتحوا حتى يبدأ الناس تسلم او تقبل على الاسلام بشكل او باخر ايان كان. والمناطق التانية ما فيه ما فيه ما فيهش مسلمين. انما دلوقتي تضربوا في الخلاط. ما فيهش حتة في العالم ما فيهش مسلمين. ويسمح لها بوحية الايه لا تبقى بشكل او باخر. بيقول بقى ايه. وتكونوا شهداء على الناس. القرآن الكريم يقيم المسلمين اوصياء على البشرية القاصرة. ويعطيهم حق الهيمنة والسيادة على الدنيا. ادي بقى القرآن بيكلم عنه. فصل الاية. اللي هي وتكونوا شهداء على الناس. ان الاية دي بتعطي الاخوان المسلمين. انهم او المسلمين من وجهة نظر. الوصائق على البشرية القاصرة. ان البشرية القاصرة. واحنا اوصيها عليها عشان نعرفهم ايه? الحق. ويعطيهم حق الهيمنة والسيادة على الدنيا. الدنيا. عسل بنة اللي طالع من قرية صغيرة من محمولية. عنده مشاكل ايان كانت يعني. هيزيحكم الدنيا. وانه يهيمن على الدنيا. ومعطيهم ان القرآن هو الال كده. وتكونوا شهداء على الناس. وهنا تفسيروا لقى نص القرآن. اللي هو بقول لك بقى بصوا القرآن من غيرها وحتلقوا اخوان المسلمين. بيقول عقيدة الاخوان المسلمين يحيون بها. ويأمنون الخيرة فيها ويموتون عليها. عقيدة الاخوان المسلمين. مش عقيدة الاسلام. يعني جعل الاخوان المسلمين في حد ذاتها عقيدة مختلفة. بيقول يموتون عليها. يعني لما صبح صالح قال اللى اللهم امتني اه في الاخوان المسلمين. ده كان يفاهم حسن بالنصاح اني في عقيدة الاسلام وفي عقيدة اخوان المسلمين. في عقيدة الاسلام وفي عقيدة الاخوان المسلمين. ون language او.ا قابتني اخوان المسلمين او انا.على باية الاخوان المسلمين. ولم مره راح ودعب الواحد كده كان في الاخر كده مر كده وحققه معه يعني جاي فصالوه او جنموه. shock out of his family.اعطيه اجر من كان في الاخوان. يعني مش اخد اجر اللي هو في الاخوان في العقيدة بتاعت الاخوان ده ده انحرف على العقيدة بتاعت الاخوان المسلمين. فهياخد اجراء اقل ان هو كان في الاخوان انما ايه يعني عقيدة الاخوان المسلمين بتاعته حصل فيها شرف. عقيدة الاخوان المسلمين يا حسن بنى صفحة التسعة وفاية. عقيدة الاخوان المسلمين. سنجاهد بنشر هذه الدعوة بالحجة والبرهان. خلي بالكم. خلي بالكم. اللي بقول لك العلم فساعد خن. سنجاهد بنشر هذه الدعوة بالحجة والبرهان. فين إن أبوا إلا العسف والجور والتمرد فبالسيف والسنان القوة أضمن طريق لإحقاق الحق حسن بنى اللي هما الموهوب بقى واللي هما بيحاولوا ينزفوه عن أعمال القتل والإرهاب وإنه مش حسن ده هو حسن بنى اللي يقول يرجعوا للرسائل سيبكم الأوهام اللي بيرواجها أتباع الإخوان المسلمين أو أتباع الإسلام السياسي سنجاهد بنشر الدعوة بالحج والبرهان نفعة الحج والبرهان كان بها فإن أبوا إلا العسف والجور الدعوة أصدعت الإخوان المسلمين والتمرد إنه يتمرض على الإخوان المسلمين فبالسيف والسنان القوة أضمن طريق لإحقاق الحق والله نفعة الحج والبرهان كان بها ما نفعش يبقى السيف السيف عسن بنى صفحة خمسين واحدة خمسين هل تظنه ان رجلا يشترط عليه دينه ان يتجرد من نفسه في ان يجاهد عصبية او يغزو لجنس او قومية اللهم لاه هل يجاهد عصبية او يغزو لجنس او قومية اللهم لاه هل اجان الصحابة اللي حربه الجمل وصفين وقتل عمر وقتل رسمان وقتل علي كلهم باسم التجرد يعني يقولك تصدق يعني لحد متجرد حيقات العصبية او يغزو لجنس او قومية اللهم لاه وطبعا بيسفه من امر القومية او الوطن او كده بيقول بقى القضاء على الحزبية وتوجيه قوى الامة السياسية في وجهة واحدة وصف الواحد خلي بالك ان في حركة سياسية اه منتعشة الوافد والاحرار الدستوريين والحزب الوطني غيره مصري الفتاة كتير حزب كتير غير حزب الامة وحزب كتير جدا وخلي برككم بقى وعضاء كان بيكارب بقى اسم الدين برضو حزب الوطني مصطفى كامل كان اقرب يعني ان هو حزب ديني يعني في بداية نشئته اه بيقول بقى ايه هو عايز يضع الحزبية تماما مع هم دول عامل له قلق والناس مؤمنة بالوافد والدني والحكاية والرواية وبعض اتباعوا كان يحضروا معها شوية وكان يحضروا مع الوافد شوية فرجل ورجل فعمل له قلق الحزاب دي عامل له ايه قلق وتوتر فبيقولك دي ضد الدين ان انهى القضاء الحزبية وتوجيه قوة الامة السياسية في وجه واحد عايز يبقى حزب واحد هو الحزب بتاعه فقط وكل احزاب اللي تنتهي ان هو شافة انها فرقة للدين من ضمن الحاجات اللي قالها في كتاب سالة نحوى النور ان هو عايز يستخدم النقاهي في تعليم الاميين والقراءة والكتابة وقالك طبعا البنات ما متعلموش اللي عادوا في البيت تعلموا تعليم بسيط كده التفصيل والقياطة ومتعلموش اللغات يعني كان عنده افكار كده غريبة اللي هو اطر التنفيذية اللي عايز نفذها للوليته الاسلامية او حزبه اللي هو بتكلم باسمه التفكير في وسائل مناسبة لتوحيد ازياء الامة تدريجيا عايز لبس الشعب كله يونيفورم واحد اللي هو كمان مش شعب واس بتكلم عن الامة اللي انجلة مسلا يبسوا صوات كده يعني افروات ولا ايا حاجة وستهت يبسوا يسهل ايا كان يعني ما عارش رجل تظهر ايه انه هو عايز يوحد اللبس ده مش عملهاش الرسول يعني جاب حبنين توحيد الاسياء دي مش فيه التفكير في وسائل مناسبة لتوحيد دي ده ده تفكيرش يوعي ما ملوش نقب الاسلام الاسلام كلها كان بيبس اللي هو عايزه والالوان اللي هو عايزها والدري كانت ماشي عادي يعني ما كانش فيه حاجة اسمها ان الرسول فرض لبسه معين صح كانوا معظمهم بلبسه ابيض وده موضوع بيئي موضوع بيئي ان هو الابيض يعني بيعكس سحرات الشمس في الناس متأحر الجزيرة العربية متأحر لما راحوا الشام بقى لبسوا المزاركش والملو والدنيا بحباهة معهم يعني ما فيه كانش مشاك يعني هو كان الاميل في الجزيرة العربية بيبيو الى لبس الابيض بس برضو مش مش زيه واحد اللي عايزه بيس حاجة تانية يلبسها بس كان بيبيو الى لبس الابيض لانه زي ما قلنا بيعكس حرات الشمس فكان ايه اه مفيد للبيئة اللي هما موجودين فيها انما عمر من حد تكلم عن توحيد الازياء اللي حسن البنة او ازا كان الشعيين عملوا حاجة زي كده ربما يتأثر بالشعيين دعوة الاخوان المسلمين هي دعوة الاسلام في القرن الرابع عشر الهجري صفحة تسعة تسعين هو بيتكلم بقى في رسالته للاشتراف وقالك ثم يالي زلك تكوين عصبة يعني بعد ما نكون الدولة الاسلامية تكوين عصبة الامم الاسلامية حتى ازا تم زلك للمسلمين نتج عنه الاجتماع على الامام خلي بالكم بقى الامام وما راشد سمى نفسه الامير ولا الزعيم اسم الامام ده كان اسم جديد هو طلعه من بطول الكتب وسمى نفسه المرشد والامام الاجتماع على الامام الذي هو واسطة العقد ومجتمع الشمل ومهوى الافئدة وظل الله في الارض واسطة العقد يعني ايه يعني هو الواسطة بين الناس وربنا انا شفين ما ايه واسطة العقد نقول لك كده هو الامام الذي هو وسطة العقد ومجتمع الشمل ومهوى الافئدة وظل الله في الارض هو ايه ده وصفه للامام في كتاب حسن بنى صباح اتسعة وتسعين وعايزي بقى هو الامام اللي هو مهوى الافئدة ومجتمع الشمل وواسطة العقد وظل الله في الارض حكم الدينى بدا مناسع ولذلك الخامين انما عمل دوليته في تسعة وسبعين وكان حصل ان هم اخته هراء الامريكان وبعدين اه الامريكان اتصلوا بالستاد حاولو يعني اقلو للوصف الحدي الحالي لمشكلة اللقيم وبعد طهيات وطهيات ق Asit وحاجات زي كده يفكده مبارد وفكر السادات في موضوع عمر التلميثاني او هم الامريكان نصحوه بعمر التلميثاني فقالوا عمر التلميثاني كي يخذ مسلمين يروح بقى ايه يكلموا بقى باسم الاسلام وحاجات زي كده ويحاول يفاوضهم على موضوع الرهائن ممكن يعملونه خاطر ويطلعوا رهائن الامريكان وفعلا السادات خلى محمود جامع يكلم عمر التلميثاني محمود جامع حاكي القصة دي في كتابه انا والاخوان وبعدين السادات باسمه الخميني وحد بيترجم له يعني الخطاب بتاع الخميني فلا قابل يوشيد بحسن البله ويتكلم ازاي ان هو يعني يستلهم منه الفكرة والعقيدة والطريقة والتنظيم والحاجات دي كلها يعني السادات بلم وقال له نا وقف الموضوع معقافة الميثاني يروح بدل من هو يجيب الرهائن الامريكان يصدر كان برضو خليباتك السادات مشاكل يعني نصدي مع كامبي ديفيد بقى كان بدل اخواني يبقى ضده والدنيا كانت ايه بدل يتسخن ضده بشكل كبير جدا من ناس كتير جدا من اليسار او من الطيار الناصري بدل ينطفت تاني ورفضين الايه اتفاقية كامبي ديفيد فكان الوضع متوتر فقال لك بدل ما احنا ان احنا نحل مشكلة ايران يتصدر لنا الصور الاسلامية تيجي مصر تيجي بالخميني اقناع التليمي ثاني وانا هنساعدك وبتاع ويروحوا ايه قلبين مصر اسلامية زي بكانت ايران وعلى فكرة كانوا القواعد تحت كانت متأثرة بالتجربة الايرانية وقالوا اللي عنهم الخمين احنا ممكن نعمله هم دولة شيعية هناك واحنا دولة سنية هناك بالعكس احتفوا بيها في الاول ولكن لما السعودية اللي تقولون لأ ده دول شيعة واحنا سنة والحكاية والرواية وفعا الفكر السعودي كان وحابي يعني متشدد يعني سني متشدد فرجوا تاني قواعدهم اللي كانت كان الرعي فهذا التوقيت يا السعودية الرعي للاسلام السياسي والمسلمين والممول ايا كان بقى سميها كان السعودية فنزولا على يعني رغبة السعودية ترجعوا عن هذا الايه عن هذا الامر بيقول حسن بنا الجزء النظري نوضح للناس فكرتنا والجزء العملي نحملهم على انفازها ونأخذهم بالعمل بها لانها فكرة الاسلام احنا الاسلام كلام موضح وصريح احنا الاسلام الناس بس اللي يعني اللي قايزني ان هو في ناس اتأثروا كلامهم وبقوا بيجدوا حسن البنة اللي هوش تنظيميين اتأثروا هذا الكلام اللي هو ايه يعني متعالي جدا بشخصية حسن البنة وزعمته ما شفت حلقة من محمد ناصر اه بعد ما جاب ضيف وقعد الكلام حسن البنة وقال ده فعلا ده حسن البنة وشخصية عظمية او ان احنا فتقناه وحياة زي كده فانا بقول لمحمد ناصر ايه او لمعتز او للناس اللي هي متأثرة بهذا الخطاب يقوا كلام وانا بقولش بقى ايه ده مش عارف جاي من فين وجراح فين وطاريخه ايه وجزء ايه جزء بالكلام ده انا بكلم الكلام اللي بيقوله بيقول الجزء النظري لوضح للناس فكرتنا والجزء العملي نحملهم على انفازها وناخذهم بالعمل بها لانها فكرة الاسلام بيقول سنسير بخطوات سابتة الى تمام الشرط والى الهدف الذي وضعه الله لنا للذي وضعناه لانفسنا ده مش يقول بقى كمان انها فكرة الاسلام من فكرة تاعتنا فكرة الاسلام تطابق اهو تطابق اهو التنظيم والاسلام والدين تطابق ده مش كده كمان ده بيقول ان الهدف ده اللي وضعه ربنا ده مش هالذي بقول يا جماعة ربنا اللي بيقول اهو سنسير بخطوات سابتة الى تمام الشرط والى الهدف الذي وضعه الله لنا الذي وضعناه لانفسنا بيقول ان ان امنتم بفكرتنا واتبعتم خطواتنا فهو خير لكم وان ابيتم الا التزبزب والاتراب والتردد بين الدعوات الحائرة والمناهجة فاشلة فان كتيبة الله ستسير ده مش كتبتي ده كتبت ربنا ده حزب الله ده طريق ربنا ربنا ده لازم الهدف وهو اللي حط الخطوات ده الاسلام ده يقول لي بقى هنا الهداية هنا الهداية والرشاد هنا الحكمة والسداد هنا نشوة البزلي ولزة الجهاد فلتسارع الى الكتيبة الخرساء ولتعمل تحت ريط سيد الانبياء وليضمت معسكر الاخوان المسلمين الكتيبة الايه الخرساء هنش تكلم خرس كديبة وخرسة مش كفاء انها كتيبة عسكرية يعني بالسامة والطاع والاوامر والبايع وكلامين ده لا وخرسة مش اسمع صوت خالص كتيبة خرسة حد يقول لي ناس عقلة انضم للكتيبة الخرساء ويقول له ماشي امين نبيع ده كلام حسن البن في رسالة تحتويات القرآن صفحة اثنى وتسعة هنا الهداية والرشاد يجد عنا والله النبوة ما قالت كده في العصر النبوي كلهم كان بقولوا ارأيتم مني فقوموني عمر وغيره وان احنا بنكتهد وان احنا بنقول رأينا وقالوا قومناك بالسيوفنا فقال الحمدلله اللي زجاء جعلة في امة مش ده اللي قالوا بيقولوا عن المنابر من يقومنا بالسيوفنا فده لعمر كتيبة خرصة وبيحسن موضوع هنا الحكمة والرشاد وانتظهر ايه ربنا وهنا الحكمة والسلاد وهنا نشفة البز والزة الجهاد ولا يضمك مع اسقر اخوان المسلمين دعوتنا محفوفة بجلال الحق وروعة الوحي ورعاية الو والصديقين في العمل لها لهم السيادة في الدنيا والجنة في الاخرة خلي بالكم الناس ربنا يقولوا اصبوا في الدنيا وحنديك الاخرة لا ده حسن بنا بيديه الاتنين السيادة في الدنيا وجنة في الاخرة ايه الاتنين السيادة في الدنيا والجنة في الاخرة بيقولك محفوفة بجلال الحق الدعوة دي بيحفها ربنا وروعة الوحي يعني وحي بالزبط ما وحي الناس عرفاه بيقولك جلال الحق وروعة الوحي يعني بالكلم ان فيه وحي مواصل الوحي العادي اللي هو بتاع النبوة من الناس كلها عرفاه كل الناس عاديين بيسمعوا على المنابر وان فيه صلاة وصوم وحجل ده الوحي وان فيه اشهد الله ولا محمد البصوم والزكاة بس وده الوحي مش فاهم يعني ان اقولك لوعة الوحي ورعاية الله ربنا بيرعاها والصدقين في العمل لها لهم السيادة وفي الدنيا والجنة في الاخرة سنقف في وجه مدانية المادة حتى تنحسل عن ارضنا يعني العلم او التغرب من وجهة نظره وسنلاحقها في ارضها وسنخزوها في عقر دارها حتى يهتف العالم كله باسم النبي صلى الله عليه وسلم عايز عالم كله يهتف ان نلاقي الهي لله وان محمد الرسول الله وان نقولك دي سمام مدانية المادة التحضر اللي كان فيه مصر يعني كان عندنا قطر طبعا وكان عندنا برلمان وعندنا احزاب وعندنا شوارع وعندنا مدن والعربيات كان بدأت تظهر في بدايةها كده والدنيا يعني القاهرة مدينة حديثة يعني كان مدينة من احلس المدن يعني في العالم كانت متصنفة من اربع حواصم في العالم القاهرة في هذا التوقيت يعني في قرد عليهم ولازم يهتفوا باسم النبي كثير من الحاكمين في قومنا فقدوا الاسلام فيها انفسي اللي بيحكمون دول فقدوا الاسلام فيها انفسي ولا يستطيعوا دعوة سواه لان فقد الشيء لا يعطيه كفر كل اللي بيحكمه من كم عن احزاب سياسية عن وزارة ربة تتشكل عن عن حكومات عن مالك طبعا موجود بس فيه فيه رئاسة وزراء وفيه حكومة يعني تتشكل قالك كل الحاكمين دول فقد الاسلام ما فيها انفسهم كان عافية كما يصور وصوله وعايد الدنيا كانت يعني كل الناس مؤمنة يعني وقالك اللي فقد الشيء اللي يعطيه يعني كفر كل اللي بيحكمه احزاب بقى وسياسيين وغيره هنكمل دي هنكتفي بهذا القدر ونكمل في الحلقة التانية عشان بس الوقت اللي ده الفيديو ما يطورش